أكثر من تسعة أشهر انقضت من المفاوضات واللقاءات ولا يزال منصب رئيس الجمهورية ينتظر التواقع الكردية واصطى مخاوف من تكرار سيناريو 2018 والمجيء إلى بغداد بمرشحين منفصلين لا توافق كرديا على شخصية الرئيس إلى الآن رغم المباحثات الكثيرة التي جرت بين الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي برهم صالح هو ما يعاول اليكتي على تمريره من دون طرح بديل بينما الديمقراطي لم يغير من منح اعتراضه عليه ولو بخطوة واحدة الاتحاد الوطن الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني لم يصل إلى نتيجة بدخول إلى جلسة مجلس النوى بمرشح واحد كل طرف متمسك بمرشحه الاتحاد الوطن الكردستاني لحد الآن متمسك بترشح سيد الدكتور برهم صالح إذا لم يتم التوافق بين الطرفين فالسيناريو 2018 يتكرر الحزب الديمقراطي له شروطه التي يتفاوض بها بالمقابل هو متمسك بمرشحه ريبر أحمد المنافس لمرشح الاتحاد معطيات دخول الكرد بساقين مختلفتين إلى البرلمان مرة أخرى احتمالية كبيرة جدا بأن تتكرر أن استمر الخلاف واستبعدت المخرجات الرسمية من سلسلة الحوارات هناك إن شاء الله لقاء مرتقب سيكون بين القيادتين زعيم سعود البارزان وستيد بافل ممكن أن يكون هذا اللقاء الحاسم لحل هذه المشكلة هي مسألة ترفض باعتبار أنه من أحقية باعتبار أن أكثر مقاعد استحقاقا انتخابيا إضافة إلى هناك رؤية بتجديد وأعطاء روح جديدة لهذا المنصب صياغ عديدة ومنهجيات ستطرح في اللقاءات القادمة لأكبر حزبين كرديين لحسم القبول الشامل لشخصية رئيس الجمهورية أو ابتعاد طرف عن الآخر وإبقاء الأزمة كما هي عليها وجدية الموقف بعدها تعطى لصراحة التفاهمات المجالس الحوارية التي جمعت القوى الكردية لم تنتهي بترتيب الأوراق وتصفية الخلافات لعدم توصل الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي إلى اتفاق مشترك فيما يتعلق بشخصية الرئيس أحمد ليث بغداد الرابعة اشتركوا في القناة